بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبنا ابنائنا وبناتنا طلبات وطالبات الصف التاني السنوي. زيكم. اه النهاردة ان شاء الله هنتكلم على جرامر يونت فور. يونت فور عبارة عن جرامر بسيط جدا. هو عبارة عن جزء اين? او الجزء اللي هو احد الحالات بتاعة المباشر غير مباشر. نمسك بالاول. يعني بقى دايركت وان دايركت اساسا في الاول كده. هو الكلام اللي يقوله الشخص بالنص. لما الواحد زاكر كويس. ده مباشر. لما اجي الشخص هو تقول الميستر قال لي ازاكر كويس. ده بقى الغير مباشر. يبقى المباشر هو اللي قاله الشخص بالنص. الغير مباشر حتى بسمين الكلام المنقول. هو اللي نقل على لسان الشخص اللي تحدث لهذا الكلام. طيب. فيه الجملة الخبرية. فيه السؤال. فيه الامر والناحية. انتو عندكم الجزء اللي دوت عبارة عن الامر والناحية. افعل ولا تفعل. لما الجملة الامرية او او جملة الناحية في المباشر شكلها ايه? وفي الغير مباشر شكلها ايه? وطبعا هي مني اكتر الان دايريكت? طيب. بصوا كده معايا في الجزء ده اللي مكتوب كلمة دايريكت اوردر. كلمة ستوب تاوكينج. ستوب تاوكينج. يعني ستوب تاوكينج. بطة الكلام. ستوب هنا امر. افعل كزا. ستوب. انا بقول لك ستوب تاوكينج. عايز احاول الى غير مباشر. بصوا اللي قصادة بقى اللي هي جمبها الامر الغير مباشر. يبقى دايريكت اوردر دا الامر المباشر. يعني الامر مباشر جملة الامر المباشر. في الصيغة اللي هي المباشر. طب في الغير مباشر بقى هقولها ازاي? هقول ميستر بادر. قال لي الفصل طو ستوب تاوكينج. ان يتوقف عن الكلام. طو ستوب. طو والمصدر. يبقى في حالة الامر في الامر. في الصيغة الغير مباشر بستخدم طو والمصدر. ممكن بدل بقى كلمة طالد. بص في الجزء اللي تحت. ممكن احط الافعال دي. رقم اتنين دا. verbs used to report request include. الافعال اللي بتستخدم في الامر او في الطلب. ممكن بدل كلمة طولد. استخدم ask. invite. ask يطلب او يسأل. invite يدعو. او remind. يذكر. ممكن يقول order كمان يأمر. advice ينصح. يبقى في حالة ما اقول لك افعل هذا الشيء. يبقى انا بستخدم طو والمصدر. طيب. تعالوا بقى في البردو الامر او الطلب في الصيغة المباشرة. زي الامر في الزبط. ولك please write octobre. في المصدر او. your name on the list. خلاك غير مباشر. ماشي يا سيدي. she asked us to write. هي الصيغة واحدة. امر افعل. الناهي لا تفعل. ممكن في حالة النصيحة تحت اقول ايه. I think you should study. حالها اصادها. dad advised him to study. you should visit. اصادها mom encouraged here to visit. اما تعالى بقى في اخر واحدة دي. don't go to that restaurant. ما تروحش المطعم ده. ده مش امر ده نهي. don't. لا تفعل. لما اجا اقول لك ما تعملش الحاجة اللي بقول لك don't. او you shouldn't. او you mustn't. طب في الغير مباشر. تعالى لي كده اصادها نشوف كده الغير مباشر. قال لي علي warned us not to go. not to. يبقى خلاصة يعني انا نفعل كذا يعني. بخلاصة الجزء اللي فوق ده كله ايه. الامر to والمصدر. ان تفعل. الناهي. not to والمصدر. الا تفعل. to والمصدر ان تفعل كذا. امر. I advise you to study. انصحك تذاكر. طب ما تعملش او advise you not to waste your time. ما تضيعش وقتك. يبقى الخلاصة. to والمصدر افعل. not to والمصدر ما تعملش. to افعل. not to لا تفعل. طيب بصوا ده خلاص ده اول جزء من الجرامر. الجزء الثاني التركيبة الصغيرة دي. could او should have والتصريف الثالث. حمسك اولا could have. could have دي معناها كان ممكن يفعل هذا الامر لكن ما عملوش. بس. كان ممكن يعمل حاجة لكن ما عملهاش. تدل على حاجة كان ممقدور يعملها في الماضي. كل الكلام ده هو نفس المعنى ده. حاجة كان ممكن تتعمل دي بتاعة could have لكن ما تعملتش. بص في اول مثال اللي هو he could have bought these eggs. كان ممكن يشتر البيض ده لكن ما اشتريش. اللي تحتي. she could have bought a new phone. كان ممكن تشتريت الافون جديد. but she didn't. لكن ما اشتريتش. لس خلاص. يبقى حاجة كان في مقدوري اعملها ما اعملتهاش. اما بقى should have دي كان من الافضل ان تفعل كذا. يعني حاجة بتتكلم كانها نصيحة في الماضي. كان مفروض دي ذاكر. كان يجب ان تفعل كذا. يعني كان مستحسن تعمل كذا. زي ما اقول لك مثلا. you should. اهي. you should have asked مجده. for help. كان مفروض تطلب من مجده. تساعدك مثلا. انت ما طلقتش. يعني. بقول لك كان مفروض. you should have studied. كان مفروض تذاكر. خلاص. او التاني. should have worked harder at school. كان مفروض ذاكر بجدية اكتر في المدرسة. كان واجب عليك تعمل كذا. اما الاخر واحدة دي. should have. معناها ما كانش مفروض تعمل كذا. معناها انك عملت حاجة غلط. يبقى should have. دي يد. should have. كان مفروض تعمل. لكن shouldn't have. ما كانش مفروض تعمل الحاجة دي. زي الجملة دي. اية. shouldn't have gone to sleep. so late. last night. اية. ما كانش مفروض تنم تأخر او مبارح بالليل. معناها انه نمي تتأخر. يبقى تاني اولاد. الجرام الربعة كله حيتلخص في الكلمتين ثلاثة دول. تاني. في العمر والنهل غير مباشر. to المصدر في الامر. not to في النهل. افعل ولا تفعل. بعد كده تركيبة. could have. كان يجب ان تفعل. لكن ما عملتش. او كنت تقدر تعمل الحاجة دي. كان مقدورة نفعل كذا ولكن لم يفعل. should have. كان مفروض يعمل كذا لكن ما عملتش. كان يجب عليك يعني. برضو ما عملهاش. اما should have. ما كانش مفروض تعمل كذا. يبقى انت عملت حاجة ما كانش مفروض تعمل. لكنك عملتها بالخطأ. طب. نيجي بقى نحل على الكلام ده. هنلاقي. the teacher not that we must. المدرس. قال ان احنا يجب ان نفعل كذا. قال. said ايوة. لان tells او told او said to. بعدها مفعول. told us. tells us وهكذا. لكن said بيجي بعدها تعت على طول. my friend told me on the wall. قال لي ما تعدش عالحطة. دي بقى ايه. ايوة. not to تلاتة. the free. الحكم. not the player to stop the game. الحكم. امر اللعيبة. امر. ايوة. ordered. احمد is good at football. احمد قاس في القورة. so mister عثمان. not him to join. شجعه. انه ينضم للفريق. يبقى encouraged. طيب تعالوا كده برضو. جمنا رقم عشرة. عشان ناخد من كزا جزئيا. a friend warned me. حذرني. يبقى ده بحذرني. بحذرني ما عملش الحاجة دي. يبقى not to والمصدر. قد المصدر apply موجود. يبقى not to. لو خدنا اتناشر. she also advised me ان نصحني ايضا. نقطة retrain. انه تدرب. ما فيش اختيارات هنا. هتبقى to على طول. to retrain. لو خدنا. 16. 16. the teacher encourage the class to. يبقى try. الاخيرة. لما اقول. عشرين. the partner. my partner. شريكي. warned me. حذرني. careful or fast cars. انه كن حريص من العربيات السريعة. يبقى to be to المصدر. تعالوا في الجملة رقم 24. I traveled by train. سافرت بالقطر. ولكن كان ممكن يسافر بالعربية. كان ممكن. لكن ما عملتش. could have. والتصريف التالت. تبقى could have traveled. 27. you not your project earlier. you are so far behind now. كان مفروض تبدأ بدري. كان مفروض تبدأ بدري. كان كان مفروض. مش كان باستطاعتك. فكانها نصيحة. ايوة. should have started. طيب. لو خدنا 30. they went to a swan by plane. راحوا بالطيارة. but they. لكن كانوا يقدروا يروحوا بالقطر. كانوا يقدروا. could. انا عندي هافة تصريف تلك بعده. could ثلاثة وتلاثين. اشرف نقط. being unkind with sister. دامن. كان مفروض يكون كويس مع اخته. هو جاب التصريف التالت. يبقى انا عايز. should have. هاف. هتبقى. a unkind. لا. ما كانش مفروض يباوحش معها. يبقى shouldn't have. فين shouldn't have. الى رقم بي. بس يفروض shouldn't have بس عشان بين موجودة فوق. shouldn't have بين على بعضها. يعني يعني ينسح بين من فوق يعني ينسحها من تحت. بقى الجملة على بعضها should have بين بس. مش بين وبين. لما اقول الجملة رقم سبعة وتلاثين. thank you. اشكرك. it's fantastic. ده شيء رائع. fantastic gift. but you know not so much money. لكن ما كانش لازم تصرف فلوس كتيرة. بالنسبة لي يعني. ما كانش مفروض. shouldn't have تصرف تالت. اعوى. رقم بي. طيب. لو خدنا اخر جملة ديت. تسعة وتلاثين. I not downloaded that program. now I have virus. كان مفروض نزل البروغرام ده. انا لات عندي فيروس على اللاب طب بتاعي. كان مفروض. طبعا عن تصريف تالت. بقى should have تصريف تالت. عندي التصريف التالت. يبقى should have. يبقى should. اه اه ده البرنامج جاب لي virus. ما كانش مفروض نزل البرنامج ده. فانا عندي فيروس. ما كانش مفروض نزل البرنامج. ما كانش مفروض. هتبقى shouldn't have. يبقى grammar four جميل جدا وسهل جدا. اول تاني كده سريعا. في الامر. في الامر. بقول او في النهي. بقول. say told told me. او told us. ask it advised ordered. ده فعلا قابل بتاعي. بعدي بقى يا اما تو المصدر. يا اما نوت تو. تو افعل. نوت تو لا تفعل. بعد كده تركيبة should and could have. could have كان يمكن انافعل شيء. بس تعطي يعملها لكن واعملهاش. لكن should have كان مفروض يعمل الحاجة دي. وفي الحالتين ما اعمل شيء. خلاص? طيب. كده يا ولاد ده grammar four. ان شاء الله هناخد خمسة وستة. وبعدهم هناخد امتحانات شاملة على grammar كله باذن الله ان شاء الله. وربنا وفقكم ان شاء الله. والدنيا جميلة. وانزاكر وانا اجتهت. وان شاء الله يعني هتبقى حاجة زي الفل. وتبقى الانجليزي زي الفل. ان شاء الله باذن الله. وربنا وفقكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.